السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبايبي واخواتي وحشتوني وحشتيني جدا. منتخب مصر يفوز على منتخب سيرياليون بنتيجة اتنين صفر. ومنتخب مصر يقترب من كأس العالم. اه دي حيب. ودي انا بقيت شايف النهاردة منتخب او الفترة اللي فاتت دي مع فيتوريا انا شايف منتخب فعلا غير غير المنتخب اللي انا كنت شايفه قبل جد. انت النهاردة انت بتلاقي فيه شرصة هجومية. انت ما كنتش بتشوفها غير مع حسن شحات. كابتن حسن شحات. بس. تمام? بس الفرق بين كابتن حسن شحات ان هو كان معاه قماشة تقيلة. في ظل القماشة اللي موجودة دلوقتي ما تجيش حاجة بالنسبة لقماشة كابتن حسن شحات. تمام? تمام. فبالتالي انت دلوقتي شايف فيه منتخب فيه شكل هجومي فيه. انت النهاردة بتلعب بتلعة لعبة بس. انت متخيل? انت متخيل انك انت تلعة لعبة بس بلعبه قدام منتخب كامل محمد الشناوي وتريزيجيه ومحمد صلاح. بس. اه محمد صلاح مضايع كورة. بس في نفس الوقت. آآ اعمل اسست. تمام? عندك آآ محمد الشناوي. شاير كور تقريبا ما تتشلش من اي حارس عادي. وهي دي. وهو ده الفرق اللي يفرق ما بين حارس دولي وحارس محلي. ليه? محمد الشناوي لعب دورة ابتال افريقيا. واخد تلاتة افريقيا بالمعنى ارقى صاح. واخد تلاتة دورة ابتال افريقيا. تمام? ولعب سوبر افريقيا. ولعب كاسعلم ان دي. فهنا بتفرق. بتفرق مع حارس المرمى الخبرة. اللي بيشوف كل شوية ده غير ان هو كان واخد رجل المباراة في كاسعلم الفين وتمنتاشر في اول مباراة كان قدام رجوية. بكمية الكور اللي كان بيشيلها. ده غير ان محمد الشناوي السنة اللي فاتت بالرغم ان احنا كنا خسرانين. نهائي دورة ابتال افريقيا قدام. لو ده قيそれで اجي المغربي كانوا ياخد احسن لاعب داخل الكرة. مش حرس مرمى. لا ده احسن لعب داخل الكرة. احسن لعب في افريقيا داخل الكرة. خيال انت لما حارس مرمى ياخد احسن لاعب داخل الكرة. حارس مرمى. مش بقول لك لاعب لا ده حارس مرمى. تمام? تمام. ده ان لو جيت جمعت اللي بيعمله محمد الشرناوي فعلا فيه انت بتبقى متضمن وفيه حارس مرمى بحجم محمد الشرناوي. محمد عبد المنعم النهاردة اللي تقريبا كان فيه شوارع كانت مفتوحة احلي. او الله شوارع كانت مفتوحة وراه. يعني تقريبا محمد الشرناوي لو ما كانش موجود وكان فيه حارس مرمى. ايا كان اسمه كان هيبقى فيه فرق تقريبا كنت اطلع نهاردة خسران. خسران من منتخب سرياليون. اللي تقريبا عنده اربع لعبة قدام بسم الله ما شاء الله ما تفهمش اللعبها دي بتلعب ازاي. يعني المنتخب كله ضعيف وعنده غلطات دفاعية غريبة وفي نفس الوقت عنده شراسة هجومية مش فاهمها. مش فاهم اللعبها دي كان بتعدل ازاي والكور دي كان بتوصل ازاي لمحمد الشرناوي. ففعلا انت من غير محمد الشرناوي كان زمانك النهاردة طلع خسران. تعال بقى نتكلم مين على مين? على تريزيجيه. تريزيجيه اللي تقريبا معدل التهديف بتاعه بدأ يعلم. انت متخيل يعني تريزيجيه يعب بيعمل كل حاجة في الكورة. بيعمل كل حاجة في الكورة. بس كان يفنش بتاعه ضعيف. تمام? دلوقتي انت بتشوف تريزيجيه مع فيتوريا بسم الله ما شاء الله بيختارك بيه ده جايب النهاردة الهدفين. انت انت معي في اللي انا بقوله ولا مش معي? يعني الهدفين بتوعه. تمام? ده غير ان المباراة اللي فاتت قدام شبوتك كان جايب اخر هدف اللي هو في دقيقة تمانين وتمانين ولا تسعة وتمانين. فانت بتتكلم فعلا تريزيجيه كل ما بيقع بيقوم اقوى من الاول. مفيش مرة ويع فيها تريزيجيه الا لما بيقوم احسن يعني اه تريزيجيه دلوقتي. كويس? لا بيبقى احسن الف مرة من ان هو كويس. تريزيجيه. محمد صلاح حابب ان انا اتكلم عليه شوية. محمد صلاح بيعمل فارق كبير جدا. اه ممكن ما تلوهش طوط المباراة. بس بكورة ولا باتنين ولا بتلاتة بيخليك بتفرق. بتفرق كتير. لان هو صانع الهدف التاني. تمام? غير المباراة اللي فاتت جايب في جيبوتة سوبر هاتريك. هتقول لي ما جيبوتي يا فريق ضعيفة اقولك ماشي. بس انت بتتكلم. في لعب بيفرق في الوقت اللي انت بتبقى محتاجه فيه. اه اي نعم محمد صلاح محققش ولا بطولة مع منتخب مصر. تمام? وكل النجاحات اللي عملها عملها ليفربول ولنفسه بس. بس محمد صلاح لا غنى عنه في المنتخب. محمد صلاح اللي النهاردة منتخب الجمهور بتاع منتخب سيريليون كان رايح يشجع محمد صلاح بس. مش كان رايح يشجع المنتخب بتاعهم. لا ده كان رايح يشجع محمد صلاح. ولابسين تيشارتيات لبوس. هوريك الفيديو. تعال بوس على الفيديو ده. بتخيل انت بقى 今年ك dondeят المنتخبلمраж منتخب المفرود هو رايح يشجع المنتخب بتاعه. Nossa رايح يشجع المنتخب بتاعو. لا ده مش رايح يشجع المنتخب لأ Lamb. لا ده فيه فرق كبير جدا فيه فرق كبير جدا بين محمد صلاح وبين اي لعب تاني اه اقولك اللي فرقين مع المنتخب دلوقتي هم اتنين التلاتة اللي انا كلمت عليهم النهاردة ده حقيقة محمد الشناوي مستوى ثابت ما بيتهزش ممكن اقولك بتطلع منه حاجات كده غريبة بس في المستوى العالي في الليفل العالي ده محمد الشناوي تمام اه بيطلع منه هفوات كده صغيرة بتكلف النادي اه بتكلف الفريق اللي معاك ده حقيقة تريزجيه واللي مفيش مرة مفيش مرة شفته بنفس المستوى لازم تلاقي الكيرف بتاعه بيعلق لازم تلاقي بتاع الليفل بتاعه بيعلق بكتير محمد صلاح لا غنى عنه محمد صلاح اللي بيفرق معاك في المطشاط اللي بتبقى متقفلة بكورة او كورتين بتلاقي المنتخب بيجيب اهداف انا دلوقتي طبعا وصلت طبعا لنهاية الفيديو ولو عاجبك الفيديو ما تنساش تقول لي رأيك في الكومنتات ولو انت بتب recomm